كوبين فراول المقطع كوب من لبن طيبة ذات القوام العالي ربع كوب من قطر أو محلي جو سويت ربع كوب من أوراق النعنع وكوب ثلج مجروش أو حب لأنه العملاق ما بيخاف منه بطحن كل شيء هاي الثلج هاي زي ما هو بشيل ما عنده مشكلة هاي هاي طيب أول شيء أكيد رايح أضيف هل هذا الفراولة بتلمع لمح لبح اليوم هاي لبح اليوم واضح لبح اليوم هاي لمغزال لمغزال منضيف طبعا هالفراولة المقصولة والمقطعة حاولوا نقوها مستوية شوي ممكن تاخذوها بسعر الأقل شوي بسيب ولا أسكر منها للعصار هاي شايفين أكيد البطر الثاني في هاي الوصفة لبن طيبة راح يكون طبعا يغذيكم يعطيكم نكهة طيبة والحموضة المحببة المحببة اللبن عبدكرة بميزو طعب اللبن اللي احنا منحبه شوف الكثافة قد شوف شوفه طلعهم شوف بديهش كثيف طلعهم شوف بديهش كثيف طلعهم اغذاكي كمان صح؟ طبعا هاي ها نضيف لنا شوي من لبن طيبة ذات القوام العالي المركز والطعم اللي منحبه روعة هاديها أوراق من النعنع سلام نحظة كوكتيل متعوب عليه والله متعوب عليه وأكيد القطر المحلي من جو سويت من دون سكر انتبهوا من دون سكر يعني الناس اللي حتى اللي عاملين دايت اللي محهم سكري انا اكون خيارين استمتع في أي شيء استمتع يا اصبع الشوف نبال يسعد قلبك يعني استمتعوا في هاي الخلطة بدون سكر كل شيء طبيعي لانه جو سويت مو بوش سكر حلو رحين نضيف الثلج على العملاق بشيل بفروم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله وهم شيء انه ايش انه يسكر على الشعره لانه مستحيل يشتغل تبركز سمعي؟ حلوة هاي السيد يعني ها اسمعوا اسمعوا الطاقة بسم الله الله عليه ها ايو شال ها شال شال بس اعطيته الطاقة العكسية شال شبيل طلعه ما شاء الله موسيقى 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 موسيقى